بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله والصحبه والسلام السليم اليوم 28 جوش 2023 الموضوع دراسة مشروع ماء ضخم من وادي المخازين إلى وادي الدهب ومن وادي زيز إلى وادي زع هذا الدرس الرابع عشر أو الجزء الرابع عشر أو الفيديو الرابع عشر بنتكلم معكم فيه ونهضر فيه على المشروع ديال اللي هو من وادي زيز الوادي زع احنا اليوم في آخر شهر جوش والحمد لله شهر جوش 2022 والحمد لله هاد شهر جوش كان ممطير بامتياز في المنطقة ديال من وادي زيز إلى وادي زع حتى أن السد قادوسة امتال عن آخره تبارك الله والسد مولاي علي الشريف وصل في واحد نسبة لا بأس فيها من الملء ولكن هناك مياه كتير ضاعة تتهت في السحاري بلا مجمع وهذا شيء ناسي قلنا أن المشروع اللي عنه عندي رحته واد مشترك من وادي زيز من وادي زا إلى وادي زيز يمر على كل هذيك الأودية اللي كاتخوا في اتجاه الصحراء الشرقية والصحراء الجزائرية وإلى الحدود الجزائرية كل هذيك الأودية غادي يكون واد جامع شامل عارض يبتدي من واد زيز من واد زا إلى واد زيز بالعكس حتى من بالنسبة لذيك الأودية اللي كاتخوا فيه من قلميما ومن تين جداد ومن تودغا يعني تين غير كل هذيك الأودية غادي تجمع وتمشي تجمع مع واد زيز واد زيز بدوره غادي ناخده منه تم النهر الصناعي يمر بقرب من الحدود المغربية الجزائرية إلى عبر أبو دنيب أبو عرفاء عيني بني مطهار من تم نرجو به بش يخوي في السد السد الحسن الثاني على الواد الحي أو واد زا هو الواد الحي كتم الواد الحي وكتسمى واد زا هو اللي شد عليه السد الحسن الثاني اللي هو منطقة ما بين عيني بني مطهار وتورير وهذاك السد بنفسه وهذاك الواد زيز بنفسه هو كيصد في وادي ملوية عند ملطقة كامبرتو أو لملطقة الواد ملوية مع واد زا وإحنا من اللي غنشده هذك الواد اللي غنديوه من واد زيز عبر الصحراء عبر أبو دنيب عبر أبو عرفاء عبر الأودية اللي تخوين من الأطلس الكبير وتخوين عبر من سد واد زيز وعند سد واد زيز واد غريس واد غريس في طبيعة الحار رح يشرك مع واد زيز ولكن نحن سنشرك كل هذك الأودية مع واد زيز ثم يمشي حتى اقترب من منطقة مرزوقة ويمر بمحادة الحدود الجزائرية المغربية عبر الصحراء الشرقية ويمر عبر أبو دنيب وعرفاء إلى الحسن الثاني وهنا كيتسمى أنه من اللي غن تلاقوا السد واد زيز غن تلاقوهم في مصب كيتلاقوا واد زيز كيتلاقوا واد زاء كيتلاقوا مع مصب عندها كامبرتو ومع واد ملوية واد ملوية كينطالق من الأطلس المتوسط من جبل عيشي من ناحية ميدال زيداء كينمر كل هذك الأودية التي تخوي كذلك من الأطلس المتوسط من جبال تازة كل هذك المناطق كل هذك الأودية تخوي في واد ملوية بشكل طبيعي وهنا كما أننا شركنا واد مخازين يعني اللي هو واد لوكوس اللي شد على السد واد المخازين وعبرنا به إلى واد سبو واد بهات واد أم الربيع واد تساوت والتنسيفات واد سبو واد مساء واد درع عبره إلى واد الدهاب إلى الساقية الحمرة وثم واد الدهاب راجعوا الدرس الأول والثاني باش تفهموا هذ الأمور كلها عليش كنتكلموا احنا الآن في هذ الدرس الرابع عشر أريد نبه أكتر لأن علاش ذكرت هذا في اليوم 28 جوش 2023 لأن هذا الجوش ما كتير في هذه المنطقة هذه المنطقة من ما بين واد زيز إلى واد زع ما كتير ولكن تاه وضع اللهم ما جمع في واد في ست قادوس وبعد سد بسيطة على كلتها الهذا احنا بغينا نجمع واد واحد اخوي في واد زيز من واد زيز إلى واد زع المهم هذا هو اللي بغينا نقول لك في الدرس الرابع عشر المقصد منه هو كيف نجمع واد زيز مع واد زع وراني فسرت لكم أنها كل الأودية لأننا من قلعة من 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 منطقة ديال آآ دادس قلعة مقونا هذكرة كيخوه بطبيعة الحال في واد ضرع كيمشيوا مع واد دادس كلهم كيخوه ديك الأودية في واد دادس واد بطبيعة كيخوه في واد ضرع واد ضرع ركعرفت وغلقوا مع المسروع اللي جاي من من سد واد المخازين أما هنا من من تينغير ديك الأودية كلها اللي كتخوي خصة تمشي في اتجاه تتلقى معوات غريس ثم هوات زيز ثم نطالقوا بها إلى واد هذا كيف في هذا الدرس الرابع عشر وللحديث بقية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته